اشتركوا في القناة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى جناته ورضوانه فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل بفضل الله عز وجل يتجدد معكم اللقاء من بيت الله الحرام من جوار الكعبة الشريفة من مسجد الكعبة يتجدد اللقاء لنتذاكر معا آيات من كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم هذا الكتاب الذي تكفل الله عز وجل بحفظه ووصفه بأحسن الأوصاف فهو الكتاب الهدى والكتاب النور والكتاب الروح والكتاب الفرقان والكتاب التبيان هذا الكتاب العظيم الذي لا يمل الإنسان بكثرة قراءة آياته وتلاوتها وتدبرها فالخير كل الخير معقود بتدبر هذا القرآن والعمل بما جاء فيه فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى ونسأل الله جل جلاله أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من هذا الكتاب الكريم تلاوة وتدبرا وإيمانا ويقينا وتطبيقا وعملا وأن يجعل ذلك عملا مباركا متقبلا عنده جل جلاله سورة آل عمران ثالث السور بحسب ترتيب المصحف فموقعها بعد سورة الفاتحة أم الكتاب وبعد سورة البقرة وتأتي سورة آل عمران هذه السورة العظيمة المباركة والتي ما زال الوقوف مع آياتها في هذه اللقاءات من بيت الله الحرام وما نحن فيه من هذه الوقفات إنما هو حديث آيات من سورة آل عمران عن خبر وقصة ولادة المسيح عيسى عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء وسلم ولكن على طريقة القرآن في عرض القصص القرآني والقصص القرآني جزء عظيم من كتاب الله عز وجل جزء عظيم حيث أخذ من حجم القرآن ما يزيد على ثمانية أجزاء وجزء عظيم وقسم عظيم من كتاب الله عز وجل حيث أن القصص القرآني عرفنا بربنا جل جلاله أعظم تعريف والقصص القرآني جزء عظيم في القرآن حيث أنه عرفنا بجزء عظيم من الحقائق الربانية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تدريكها هذه الأمة الخاتمة عن تاريخ الإنسان القصص القرآني عرفنا بسنة الله وقانونه الحتمي الصارم الذي عامل عليه البشرية منذ أن وجدت على ظهر هذه الأرض وسا تحاكم عليه هذه البشرية إلى يوم القيامة سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل القصص جزء عظيم من كتاب الله حيث يبين لنا هذا القصص التفسير الصحيح الحق لأحداث الأمم السابقة وحركة الإنسان على ظهر الأرض ويبين قانون السببية فيربط بين المقدمات والنتائج وفك قانون السببية الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فالقصص القرآني يمثل الجانب العملي الواقعي لذلك الأمر العظيم فالتفسير التاريخي الحق نجده في القصص القرآني قضية الانتماء وقضية الذاكرة التاريخية وقضية الولاء فإن الإنسان يجد في القصص التاريخي تقعيد فإنه يجد في القصص القرآني تقعيد عظيم لهذه المسألة قضية عناية الرب الخالق البر الرحيم أوف الأوفياء وفاؤه بما وعد هذا الإنسان فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق الوفاء من هذا الرب الرحيم جل جلاله حيث أنه لم يترك هذا الإنسان لوحده في هذا المعترك وإنما يبعث له الرسل تل والرسل وتتنزل الكتب تل والكتب ويبعث ويبعث عز وجل الآيات القصص القرآن يجلي هذا المعنى العظيم لعلاقة الرب جل جلاله بالعبيد الضعفاء أن الله سبحانه وتعالى ما تخلى عن عبيده وأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب القصص القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى يبين لنا تاريخ الأنبياء ويبين لنا العلاقة فيما بينهم وأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إخوة وأن كما أخبر الله عز وجل بقوله إن الدين عند الله الإسلام فإذا بهؤلاء كلهم يمتثلون لهذا الدين الذي هو دين الله ويدعون إلى هذا الدين ويظهر لنا القصص القرآن الدين المشترك بين الأنبياء سواء في جانب العقائد والإيمان بالله جل جلاله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وسواء في جانب الشعائر العظمى وسواء في جانب الأخلاق فالقصص القرآن يبرز لنا الدين المشترك بين الأنبياء وهذا يعطينا دلالة على مكانة هذا النوع من الدين وهذا القسم العظيم من دين الله عز وجل الذي شرعه للعباد فالقصص القرآن يوقفنا على هذه الأمور يوقفنا على موضوع العفة وهو موضوع له علاقة هنا كما نراه ماثلا في قصة آدم وكما نراه ماثلا في قصة يوسف عليه السلام ونراه أيضا ماثلا في عدد من قصص الأنبياء قصص القرآن يوقفنا على أن الإنسان مقصود رسالات السماء وأن هذه ليست مجرد كلمة عابرة لكن عندما تقرأ قصص القرآن فهذه الكتب التي أنزلت وهؤلاء الرسل الذين أرسلوا والأنبياء الذين بعثوا من المقصود بذلك كله هو هذا الإنسان مقصود رسالات السماء إذن أمر القصص عظيم في كتاب الله جل جلاله أمر القصص يوقفك ليكون معك وفي صفك وفي قولك الحق عندما تخبر عن التاريخ من خلال قصص القرآن فيكون معك الحق لمن كان يخبر عن التاريخ من خلال التكهن ومن خلال الحفريات ومن خلال أقوال البشر فإن من يتكلم عن التاريخ بآيات القرآن بكلام رب الأرباب جل جلاله بكلام الحق سبحانه وتعالى الذي لا يقول إلا الحق فعندها سيكون هو الذي سيقدم المعلومة اليقينية التي تتضمن الحق والحقيقة لأنه يخبر عن ما ذكره الله عز وجل في كتابه هذه المعاني العظيمة حقيقة التي إذا وقف معها الإنسان يأخذ العبرة والفائدة والثمر العظيم عندما يبني حياته ويستشرف مستقبله وفق ذلك كله فيجد من الطمأنين وتزداد الطمأنين عندما يجد في كل ما يستقبل من حياته وفق ما وزن به أمره على ذلك الميزان الحق ميزان القصص القرآني وما فيه من عظة وعبرة كم يفعل هذا الإنسان ليزور التأريخ وكم يبني على تزوير التأريخ من أعمال ومن أمور ويبني بنيانا واهيا ولكن أخطر ما يكون ذلك الأمر عندما يزور التأريخ ليترتب عليه إفساد عقيدة ودين وعندما يترتب عليه فساد شريعة وعبادات إنما بين أيدينا له علاقة بهذا الأمر نصارى نجران وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادهم في عيسى رسول الله وروح القدس عليه السلام اعتقاد فاسد باطل مبني على تزوير تأريخ واليهود لهم نظرة أخرى أيضا مبنية على تزوير في التأريخ لذلك نجد هذا الكتاب الحق القرآن العظيم عندما يعرض لهذه القضية والحال ما أشرت إليه فهؤلاء يقولون أن الله ثالث ثلاث وينظرون إلى عيسى على اختلاف بينهم أنه الله أو أنه ابن الله فينظرون إليه على أنه ثالث ثلاث فإذا كان هذا أمر وينسجون لهذا الأمر تأريخا ويبنون بنيانا كبيت العنكبوت في هذا الأمر فنجد القرآن العظيم والحال ما ذكر يبين أول ما يبين لهذه الأمة المسلمة المؤمنة أمة النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يبين لها التاريخ الحق لتكون هي صاحبة العلم الحق المبني على قول الحق لأنه مطلوب منها أن تحقق الشهادة على العالمين ومن لم يكن عالما كيف يشهد من لم يكن عالما كيف يشهد وإن كان جاهلا كيف يشهد فلذلك هنا هذا التاريخ الحق في هذه القصة العظيمة التي تتحدث عن تاريخ المسيح عيسى عليه السلام وولادته ونشأته وحاله صلوات الله عليه فأول ما يكون المخاطب بها هذه الأمة ويتقدمها هذا النبي الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليتحقق فيها معنى الشهادة ولتكون هي معتقدة بالحق قولا وحقيقة ثم الأمر الثاني ليخاطب به هؤلاء الذين بنوا تصوراتهم وبنوا موقفهم واعتقادهم وبنوا بعد ذلك شعائرهم وفق تاريخ دخله من التحريف الشيء الكثير فيكون في هذه الآيات خطاب لهؤلاء لأن القرآن يبني المؤمن في علاقته مع بني جنسه من البشر بعمومهم على مبدأ البلاغ وعلى مبدأ نقل العلم ونشره وعلى مبدأ النصيحة وعلى مبدأ الدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهذه الأصول العظيمة التي نجدها في كتاب الله وتبني هذا المؤمن هذا البناء بناء يقوم على العلم وعلى العلم الحق بناء يقوم على معرفة الذاكرة التأريخية التي يحتاجها الإنسان في تصوراته ويحتاجها الإنسان لينتفع بها في خبرة حياته ويحتاجها الإنسان ليدرك قانون السببية وعلى ماذا يقوم ويحتاجها الإنسان ليبني ولاءه مع من سبقه وفق ميزان صحيح ولينتفع منها الإنسان في معرفة ما يستشرف من مستقبل أيام ومستقبل أيام الناس فإذن لما كان القرآن يبني هذا الإنسان المؤمن على ذلك كله ويؤسس علاقته مع من حوله على هذه الأصول العظيمة فهنا أمامنا واقعة حال وموقف النبي صلى الله عليه وسلم عاشه والصحابة رضوان الله عليهم عاشوا ذلك كله ليس على ظهر الأرض أمة تقدر الأنبياء حق التقدير كما تقدره هذه الأمة لأنها تستند في ذلك كله على حقائق هذا الأمر التي جاءت في كتاب الله جل جلاله فهي عندما تتحدث عن الأنبياء بأسمائهم عندما تتحدث عن الأنبياء بصفاتهم عندما تتحدث عن الأنبياء بأخلاقهم ومواقفهم وأممهم وموقف أممهم منهم فإنها تبني ذلك على الحق اليقين لأنها تستند على آيات القرآن العظيم هذا جانب وعندما تتعامل مع أتباع الرسل ومن ينتسب إليهم وقد غيروا وبدلوا فإنها تعرض لهم الحقائق وتدعوهم أن يعودوا إلى هذه الحقائق وتبين أن ما هم عليه أوهام وخداع وأن الحق ما جاء في كتاب الله عز وجل هكذا رأى الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وأن العلاقة التي تقوم فيما بينه وبينهم قوامها الأساس قوام البلاغ والدعوة والبيان والتجلية وإزالة الشبهات ومخاطبتهم بالتي هي أحسن حتى يعودوا إلى الحق لقد تربى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعاملوا وفقه وربوا من بعدهم على ذلك وكتاب الله بين أيدينا ونجد أيضا كيف أن القرآن العظيم كما قلت في درس ماضي أراد أن لا يكون للشيطان نصيب من قلوب النفوس المؤمنة وهي تحاور وتجادل أهل الكتاب فقد تأخذها الحمية ويحصل من النقيصة والتجاوز في الكلام قد يتعدى إلى أولئك الكرام الأطهار فلذلك القرآن ذكر الأنبياء في هذا الكتاب بما يستحقون من الثناء والمدح وبيان حسن السيرة لهم والأوصاف الجميلة التي وصفوا بها فيظهر أهل الإيمان وأهل الإسلام أمام بقية الأمم بهذا المظهر في التعامل مع الأنبياء وأيضا يكون لهذا التعامل من الأثر في من طلب الحق وغمي عليه وشبها عليه فتأتي هذه الطريقة القرآنية وذاك الاتباع النبوي والاتباع من أصحابه رضوان الله عليهم ليكون ذلك سببا في فتح تلك القلوب للحق ورجوعها إليه لأنها رأت أن هذا الكتاب ومن نزل عليه هذا الكتاب وأتباع هذا الكتاب وهذا النبي الذي نزل عليه هذا الكتاب يقدرون الأنبياء ويذكرونهم بأحسن الذكر ويشعرون بالولاء إليهم ويدينون لله عز وجل بما لهم من حق الرسالة والنبوة ومن حق الحب والولاء فإذا ما وجدوا ذلك علموا أن الأمر لا يقوم على العصبية ولا على الجاهلية ولا على الجهل وإنما على اتباع الحق فيدركوا ذلك فيقبلوا على الحق ويؤمنوا وهذا أمر عظيم ولذلك كما قرأت في لقائنا الماضي كلمة الإمام بن القيم رحمة الله عليه والتي مفادها أنه ليس صحيح ولا ينبغي أن يقول الإنسان المسلم عن أنبياء بني إسرائيل يقول هؤلاء أنبياء بني إسرائيل وليس لنا دخل فيهم بل يقول إن الإنسان يذكرهم بالمدحي والثناء وكيف لا نذكرهم ونجد القرآن العظيم أكثر من ذكرهم كم أخذت قصة موسى من كتاب الله جل جلاله وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل كم أخذت قصة عيسى عليه السلام من كتاب الله وكصة يوسف وكصة يونس وكصة زكريا وكصة إلياس وكل هؤلاء كم أخذت قصصهم من كتاب الله جل جلاله وكم فيها من العبرة وكم فيها من العظى وكم فيها من الثناء الحسن وكم فيها من التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم من يعتبر بمسير إخوانه من الأنبياء وكم فيها من التوجيه له صلى الله عليه وسلم كما في قول الله فبهداه مقتده كيف هو القرآن يذكر أن من أولي العزم من الرسل الخمسة اثنين منهم من أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومن قبل إسرائيل وهو يعقوب خليل الله إبراهيم وهو جد يعقوب إسرائيل وكذلك من قبل إبراهيم نوح عليه السلام ثم من الفرع الآخر لذرية إبراهيم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم أولي العزم من الرسل فمن أنبياء بني إسرائيل موسى وعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل كيف ونحن نرى أن الله يثني على هؤلاء الأنبياء بأحسن الثناء فيصفهم بالصلاح وبالتقوى وغيرها من الأوصاف الجميلة إذن هذه قضية أقول عندما نقف مع قصص الأنبياء لا ينبغي لنا أن نتجاوز هذه الفوائد وهذه المعاني العظيمة فيكون لقصة وقعها وأثرها ويظهر ذلك في ثمرة تلك الفوائد وتلك المعاني فبعد أن ذكر الله جل جلاله أنه اصطفى وأنه اختار وذكر عبدين صالحين وذكر بيتين مباركين فقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ووقفنا مع الأربعة المذكورين في هذه الآية الكريمة بشيء من التفصيل ثم بعد ذلك بدأ التمهيد لمحظن عيسى روح القدس عليه السلام فابتدأ بذكر الاستفاء والاختيار إذن عيسى هو في ظل هذا الاستفاء وفي ظل هذا الاختيار وفي حضنه وفي وسطه ولننظر سبحان الله هذه الطريقة العجيبة في القرآن لم يذكر الأمر مباشرة فيما يتعلق بعيسى وإنما كان هذا التمهيد ليعطي تلك المقدمة التي تبني في النفس الجلال وتبني في النفس المعنى العظيم لما سيذكر عن عيسى عليه السلام ومكانته وأننا عندما نقول أن النصارى غلو في أمر المسيح عيسى عليه السلام لا يعني ذلك أبدا الانتقاص وإنما يعلمنا القرآن أن عيسى ليس ابن لله وأن عيسى ليس هو الله ولكن عيسى عبد الله وأن عيسى روح القدس وأن عيسى كلمة الله ألقاها على مريم وروح منه فإذن الغلو شيء وأيضا الانتقاص شيء والتوسط والتوازن شيء بينهما فليست القضية الجفاء كما أنه ليست القضية الغلو والخروج عن الحق وإنما القضية ميزان الحق والعدل والوسط فلذلك نجد هنا كيف يؤدبنا القرآن عندما إنسان يذكر الشيء العظيم فإنه يأتي بتلك المقدمات التي تحف به وتعطيه المكان التي يريدها الله عز وجل فإذن يأتي التقديم بذكر الاصطفاء ويأتي بعد ذلك ذكر المصطفين فيذكر آدم أبو البشر وأي معنى للشرفية في ذكر آدم وأمر الاصطفاء وأشرنا إلى ذلك وأعظم ما يكون معنى الشرفية المرتبطة بآدم أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه وأسجد له الملائكة ثم نوح ذاك النبي الصابر ذاك النبي العظيم ذاك النبي الصادق ذاك النبي الذي واجه الكفر والطغيان التي تجذر في نفس ابن آدم ذاك النبي الذي ما حاد عن دعوته وما كسل عنها فدعا ليلا ونهارا وسرا وجهارا ذاك النبي المؤيد المنصور الذي نصره الله عز وجل على قومه ذاك النبي الذي تغيرت معالم الأرض في زمنه ذاك النبي الذي أكرم لثباته وإيمانه وصبره فكان أبا للبشرية الأب الثاني ومن على ظهر الأرض من بعده فهم من ذريته نوح عليه السلام أول أولو العزم من الرسل ثم الخليل إبراهيم أبركوا صاحب أبرك بيوت الدنيا ومن رفع قواعد أبرك بيت في هذه الدنيا خليل الله إبراهيم صاحب البيت المبارك وأعظم مفاهيم البركة المنتمية إلى بيت إبراهيم عليه السلام أن كل نبي من بعده فهو من ولده وأنه من بعد بعثته والأنبياء من ذريته فالله عز وجل أغلق الباب على جنته إلا من دخل عن طريقهم فأي بركة أعظم من ذلك إبراهيم الذي آتاه الله حجته إبراهيم الإمام للناس إبراهيم الحنيف إبراهيم الصديق إبراهيم الذي آتاه الله رشده من قبل نبوته ثم ينتقل إلى حيث الحال والحدث ووفد نصارى نجران لتكون النقلة إلى أنبياء بني إسرائيل ويحدث بعد ذلك الاختصار ثم الحديث عن مكان الشاهد وهم آل عمران آل عمران والمقصود بعمران هنا عمران هو جد عيسى عليه السلام فعيسى هو ابن مريم ومريم بنت عمران وعمران هذا الرجل الصالح صاحب البيت الصالح الذي عاصر نبي الله زكريا عليه السلام وكان في بني إسرائيل قد يكون في المرحلة الواحدة أكثر من نبي وكانت تسوسهم الأنبياء فعمران معاصر لزكريا عليه السلام وكيل أن عمران وزكريا عليه السلام تزوجا أختين فلذلك آل عمران إذن هذا البيت فضل ومن ضمن من اصطفاهم الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ولا شك أن سيد هذا البيت وعظيمهم هو روح القدس عيسى عليه السلام ولكن ليبين أن عيسى ليست بدايته مبتوتة وإنما له ذاك الانتمام فأمه مريم الصديقة ومريم بلا خلاف بين العلماء أنها من ذرية نبي الله داوود عليه السلام فإذن هي سليلة الأنبياء وهي من هذه الذرية المباركة ومن هذا البيت المبارك من آل إبراهيم عليه السلام فإذن آل عمران هنا إذا أدركنا أن الحال والخطاب فيما يتعلق بنصارى نجران فيكون المقصود بعمران هنا هو والد مريم عليه السلام وليس المقصود عمران والد موسى عليه السلام لأن ما بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أكثر من ألف وثلاثمائة عام على قول المؤرخين إذن بينهما زمن طويل فإذن مما يرجح أن المقصود بعمران هنا والد مريم ما جاء بعده في قول الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرر وهنا المقصود أم مريم بنت عمران فإذن يكون المقصود بعمران هنا على أظهر الأقوال هو والد مريم الصديق عليه السلام يقول الله عز وجل إذ قالت امرأة عمران أي أذكر يا محمد أذكر وتذكر واذكر لهم هذا التأريخ الذي يعرض للحقائق لتاريخ عيسى عليه السلام وولادته ونشأته وأسرته وانتمائه فهي ذرية بعضها من بعض ذرية إذن هو مولود كما أن من قبله مولود وأنه ليس ابن لله ذرية بعضها من بعض فهو بشر مثل من قبله بشر مثل أمه التي ولدت ومثل جده الذي ينتمي إليه عمران ومثل جده الأعلى إبراهيم الذي ينتمي إليه ومثل جده الأعلى الذي هو نوح عليه السلام ومثل أبيه الأول آدم عليه السلام فهو خلق من خلق الله وليس ابنا لله عز وجل ذرية بعضها من بعض إذ قالت امرأة عمران ربي المرأة شريكة الرجل المرأة مكلفة ومخاطبة بوحي الله وبشريعة الله المرأة تتسابق مع الرجل على منازل الجنة والمرأة تتسابق مع الرجل على طاعة ربها وعدم مخالفة أمر الله جل جلاله المرأة تبذل لدين الله كما أمر الرجل المرأة تحب الخير وتفعل الخير وتدعو إلى الخير المرأة لها أثر في صلاح الإنسان كما أن للرجل أثر في صلاح الإنسان هكذا جاء كتاب الله جل جلاله ليجعل ميدان التسابق في الخير للإثنين وليجعل التكليف للإثنين وليجعل العطاء من الإثنين وليجعل الجزاء للإثنين للذكر والأنثى للمرأة والرجل ولكن شريعة الله جاءت وكلفت كل من الإثنين بما يتلاء معه ويطيقه وسيحسنه إن قام به وسيسأله الله عز وجل عنه هذه هي نظرة القرآن للمرأة والرجل فليست المرأة مخلوق منبوذ وليست المرأة مخلوق ليس له دور في الحياة وليس له دور مهم ومؤثر في صلاح بن آدم وفي نصرة الدين وإحقاق الحق وتكثير الخير وتقليل الباطل بل لها دور في ذلك كله ودور عظيم ومؤثر ولذلك كما أن للجنة سادة من الشباب فسيداء أهل الجنة الحسن والحسين أحفاد رسول الله صلى الله وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام سوى يحيى وعيسى كذلك للجنة سيدات فذكر رسول الله صلى الله وسلم أن سيدات أهل الجنة أربعة آسية بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يُعطي هذا هو ميزان هذا هو ميزان الحق والعدل الذي جاء به هذا الكتاب العظيم فلذلك بين أيدينا كما مر معنا كصة إبراهيم وزوجه سارة المهاجر الصادقة العفيفة التقية وهاجر وكذلك أم موسى وكذلك بنتي شعيب قصص قصص عظيمة للمرأة وتاريخ الصالحات في كتاب الله عز وجل عظيم وأثرهن مع الأنبياء وعلى الأنبياء أم موسى عليها السلام وذاك الفؤاد الفارغ المملوء أمومة على وليدها إذن هذه القصص كلها تعطين الدلال على أن للمرأة شأن وأي شأن في أمر هذا الدين ونصرته وفي الحياة كلها وقيامها على أحسن حال والتضحية العظيمة ليست أيضا مرتبطة برجل عظيم صبور بل كذلك بامرأة وإن كانت المرأة رحيمة والأصل في خلقتها الضعف إلا أنها عند التضحيات نرى الإيمان الصادق يفعل الأفاعيل وينتج العجائب وها هي امرأة عمران التي ليس لها مولود وليس لها ولد وعلى قول عدد من المفسرين أن مريم عليه السلام ولدت لها بعد وفاة زوجها عمران وأن النذر كان بعد وفاته إذن غيرها ينظر بنظر الضعف والحاجة إلى الولد وأن يكون قريب وأن يكون خادم وأن يكون قائم بالأعمال ومهام البيت والبر بالأم والعطاء والسعي لما تحتاج وامرأة عمران فكرت في غير ذلك كله فكرت أن تصبر وأن تتحمل أمر عيشها وأما ذاك الحمل الذي في أحشائها فإنها أرادت أن ترضي ربها وأن تدخر عملا صالحا لها بين يدي ربها عز وجل فإذا بها تعلن ذلك النذر حيث أنها تلزم نفسها بشيء ما كلفها الله عز وجل به لكنه من طاعة الله من جنس طاعة الله تريد بذلك زيادة فعل للخير وزيادة رصيد عمل صالح تلقى به الله جل جلاله فإذا بها تقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ربي ربي إذن هي تقدم ذلك من بوابة الشكر فإن فضلك سابق فأنت ربي الذي خلقتني وأنت ربي الذي تكرمني ثم أنه هو ربها الذي أعطاها هذا المولود فلذلك تقدم بهذا الاسم العظيم ليعطي الدلال أن العطاء والبذل هنا عطاء شكر لإنعام الله السابق وعطاء رغبة في عطاء لاحق فالذي أعطى بدون أن يكون من الإنسان سابق عمل فماذا سيكون عطائه إن كان من الإنسان عمل وهو الكريم جل جلاله وهو الرحيم وهو المنعم وهو الوهاب وهو الغني جل جلاله إن كان عطاؤه عظيم بدون سابق عمل منك فماذا ستظن عطاؤه لك بعد العمل ربي إذن هذه الكلمة وهذا الاسم العظيم عندما نقف معه كم سيعطينا من مثل هذه الدلالات والمعاني إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت إني هذا التأكيد والعزم وعدم التردد وأنه ناشئ من الذات وليس بالإكراه من أحد وليس بدافع من أحد وإنما هو من أعماق نفس مؤمنة صادقة أحبت أن تتاجر مع الله وأن تقدم لله وأن تقدم أغلى ما تملك لله وهو ذاك المولود الذي ستكرم به وأصبح شيئا في جوفها وأحشائها وبطنها وتترقبه من سنين وهي الآن تعلن لربها جل جلاله أنها ستجعل هذا المولود محررا ومحررا هنا ولاحظوا أيضا في قوله إذن قلنا إني دلت على العزم ودلت على أن الأمر ناشئ من الذات بدون إكراه ولا إلزام من أحد ونذرت أيضا نسبت الأمر إليها وأنه برغبة منها وأنها أرادت أن تلزم نفسها بذلك الأمر فجعلته نذرا حتى لا يكن منها التراجع ثم لك وحدت الوجه والمقصد وأنها أرادت بذلك الله ربها ليس غيره إني نذرت لك ما في بطني فلم يكن في ذلك الوقت عندما قالت أن هذا المولود أمني بحيث أن الإنسان يقول أن الإنسان وكأنه يريد أن يأتيه هذا الأمر فيقدمها العطاء حتى يأتي بل هي تقول أن المولود الآن أصبح موجودا في أحشائها ما في بطني محررا ومحررا هنا وقف العلماء معه محررا هل معنى أن محررا إذا أطلقت هذه الكلمة فيها تعني إنفكاكم من قيد ومحررا تعني صلاح من بعد خلل أو وجود فساد فمحررا هنا هل المقصود لنظرنا إلى كلام العلماء منهم من قال محررا من التعلق بالدنيا وأن تكون همته وعلاقته بالآخرة ومقصوده الآخرة ومنهم من قال محررا بمعنى أنه مخلصا لك وأنها ما أرادت أي تأكيد لقولها لك محررا خالصا لك ومنهم من قال محررا أي سيكون مفرغا للقيام بخدمة المعبد الذي يعبد فيه الله جل جلاله ومنهم من قال محررا أي أنها إن كان للأم حق على وليدها فهي قد تنازلت عن ذلك وأنها لا تريد من هذا المولود أن يقوم بشأنها وبخدمتها فيأخذ شيئا من وقته وجهده بل أرادت أن يكون وقته وجهده كله لله عز وجل محررا واعتبرت وكأن قيام المولود بخدمة أمه هو شيء من الرق فتريد أن تحرره ليكون خالصا لله عز وجل خالصا لله عز وجل محررا ولعل هذا المعنى الأخير قد يكون هو الأقرب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي أنني لن أطلب منه شيئا لخدمتي وللقيام بأموري بل سأجعل وقته كله لك عبادة وخدمة في المعبد ولن أشغله بشيء آخر محررا فتقبل مني الله أكبر الله أكبر طيب نقف عنده فتقبل مني ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا العمل الصالح إنه جواد كريم الله أكبر الله أكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين